لم تمضي ساعات على دخول القوات الأمريكية إلى معسكر كيوان في كاركوك حتى أعادت الأحزاب الكردية رفع علام كردستان في مركز المدينة حادثة تحمل ذكرى ألمة للأكراد الذين عانوا ما عانوه جراء تبعات استفتاء الانفصال الذي أجرته أربيل معتمدة كما قالت على الدعم الأمريكي لهذه الخطوة التي ما لبثت أن تحولت إلى كابوس واستغلتها حكومة الأعباد وهددت باجتياح عسكري لكردستان العراق بعد أن سيطرت على كاركوك فضلا عن قطعها رواتب كردستان وفرضها حصارا شاملا على المطارات والمعابر الحدودية ثم دخلت أنقرة على الخط حين قطعت علاقاتها مع أربيل التي كانت نقطة تحول في السياسة الكردية لكن ماذا وراء هذه الخطوة؟ ولماذا تعود الأحزاب الكردية لها؟ لا سيما أنها تأتي من حزب الاتحاد الوطني الذي استفى مع إيران ضد استفتاء الانفصال بل واتهمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة إبان تلك الأحداث القيادي بحزب الاتحاد الوطني غفور صالح يقول إن إعادة رفع العلم تم بوافقة قوان عراقية لم يسمها وأن حزبه مستعد للدفاع عنه فمن هذه القوى وما الغاية من العملية؟ لا سيما أنها تأتي مع الحاجة لأصوات ترجح التصويت على حقيبتي الدفاع والداخلية التي لم تحسم حتى الآن في تشكيلة حكومة عبد المهدي على المستوى الدولي يأتي هذا التغيير على ما يظهر كحركة أمريكية لمغازلة الأكراد ودفعهم للوقوف ضد التوجه التركي لبناء علاقات طيبة مع أكراد العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي يهدد تركيا من حدودها مع سوريا والعراق كرديا لا تزال الأحزاب تتصارع فيما بينها على إدارة كردستان العراق وتريد أن تبعث برسائل جديدة لإعادة إحياء البعد القومي لدى الأكراد بعد فشل الاستفتاء واستعجز ماليا واقتصادي واتهامات بالفساد بين الطبقة السياسية التي تحاول أيضا تغيير قواعد اللعبة لصالح الاتحاد الوطني على حساب الحزب الديمقراطي الذي يرأسه البرزاني وبهما كانت الأسباب التي تقف وراء رفع العلم في كاركوك يبقى السؤال الأكثر إلحاحا لدى المواطن في كردستان العراق متى تنتهي هذه الأزمات التي أول ما تعصف به وبقوطه الذي أصبح ورقة سياسية تلعب بها الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل والسليمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر